في هذا الفيديو شباب رح تكلم عن تقييمي للموسم الحالي اللي هو الشابتر 5 السيزن 1 بما انه ما بقى غير يوم واحد على انتهاء هذا الموسم عطيكم كل رأي فيه بصراحة هنتكلم فيه عن القصة ولكن القصة بهذا الجانب بالذات يا شباب رح ركز كتير عليه بالفيديو واللي حيخلي الموسم جدا أسطوري رح نتكلم عن كل شي صار بهذا الموسم من البداية إلى نهاية آخر يوم في السيزن قبل ما نبدأ لايك اشتراك يا شباب كود الايتم شب اي واحد تسعة بكرة حينزل للبت الباس الجديد فضروري انكم تحطوا الكود الله يسعدكم اي واحد تسعة وكون شاكر لكم على الدعم الأسطوري طيب شباب هذا الموسم من أحد أفضل مواسم فورتنايت ولكن أنا بحب اذكر السلبيات عشان ندخل في الإيجابيات طبعا سلبيات هذا الموسم طبعا فورتنايت بما انه شابتر جديد غيرت أسلوب اللعب الكامل هذا شي جدا أزعج اللاعبين ولكن مع مرور الوقت تعودنا صح انه سلبية ولكن مع مرور الوقت بتتعود ولكن السلبية الأكبر بفورتنايت ما بتخلي الواحد يلحق يتعود وبتغير نظام اللعب مرة ثانية فبتمنى ما يرجع يسووا هذا الشي في الموسم الجديد فأحد أكبر السلبيات في الموسم هي المشي الجديدة والأسلحة كانت سيئة جدا في بداية الموسم ولكن مع مرور الوقت تعودنا عليها وصارت مقبولة صراحة ولكن أنا خايف من انه يرجعوا يعملوا نفس الكرة في بداية كل موسم يحذفوا الأسلحة وفي نهاية الموسم تتعود عليها وتصير تعرف تلعب فيها ويجي سيزون جديد ويحذفوا أبو الأسلحة كلها وهذا الشي جدا مزعش بالنسبة لي طيب خلصنا من سلبيات هذا الموسم ندخل في الإيجابيات عنا الإيجابية هي القصة كنا شفنا بإعلام بداية الموسم كان في قصة عكس بقية المواسم اللي بتكون في الشابتر الرابع الشابتر الثالث الشابتر الثاني وحتى الشابتر الأول أول موسم في الشابتر أغلبيته بيكون ممل وما في قصة ولكن عكس هذا الموسم كان في قصة وقصة كان تدور حول منظمتين منظمة تحت الأرض اللي تدد هي اسمها The Ground يعني اللي ما يدري المهم الموسم كان بعنوان The Ground أو تحت الأرض المهم أنه كان في منظمة بدا تقطف بيلي ومنظمة بدا تحمي بيلي اللي هو منظمة جونزي وطبعا القصة جدا معقدة وغريبة صعب أن يشرح لكم إياها لأنني مالي راوي قصة على العموم أنه القصة عجبتني أنه في خطفوا الموزة جماعة وطبعا جونزي عم يحاول ينقذ الموزة في طوال الموسم وطبعا على نهاية الموسم شفنا يد عملاقة ظهرت ما فهمنا كأنه سحبوا على قصة الموزة ولكن قبل ما تظهر اليد العملاقة ضافونا تحديات لأنقاذ الموزة وباين بالصورة بلودنك سكرين أنه فعلا جونزي أنقذ الموزة فتمنى أنه يجيبوا بالليترينر الجديد للسيزون الجديد يكملوا القصة أنا ما بحب أنه يجي يضيفوا تفاصيل وفجأة يبدوا سيزون جديد يسحبوا على هذا الشي اللي صار هاي القصص بتكون بالنسبة لي فاشلة فبالنسبة لي ياريت يكملوا على هذا الأساس وأنا أكتر شيء زعجني في الشابتر الثالث السبعة اختفوا بشكل كامل وما عتعرفنا عنه شيء وهذا الشي اللي نقصده إن شاء الله إنه لما ترجع للموزة تختفي بشكل كامل وما عتعرف عنه شيء هذا اللي أتمنى فورتنايت تتوضح لنا إذا بدأت قصة إن هيها بالنهاية الصحيحة وطبعا شفنا ومتمنى لكم ظهرت اليد العملاقة في الماب وبعدين انفتح الصندوق وبسبب هذا الصندوق حيبدأ الموسم الثاني اللي هو حيجي بكرة عن الأساطير اليونانية وطبعا بهذا الموسم أضافوا معنا طور ليغو والطور ليغو كان جدا أسطوري صراحة واستمتعت فيه بالبداية ولكن مليت على نهاية الموسم وطبعا ضافوا معنا طور الموسيقى طور الموسيقى بدأ فيه موسم أول ولا إحنا بالموسم الثاني بطور الموسيقى وطبعا حطوا طور الصباق والحيبدأ فيه الموسم الثاني يعني الصراحة الموسم كان جدا رهيب وما مليت لهالدرجة فيه يعني إذا مليت من البتل ريال بروحها لليغو مليت من الليغو بروحها الصباق مليت من الصباق بروحها الموسيقى فموسم الصراحة خلاني ما أمل أبدا من فورتنايت وأتمنى أنه تتطور أكتر وأكتر فورتنايت ومتحمسين إن شاء الله للموسم القادم أعطوني رأيكم بهذا الموسم شباب هل حبيتوا مثلي أنا صراحة الموسم كان من أحلى المواسم مو شرط يكون أصدي بالبتر رويال أصدي ككل يعني أنت ممكن تتسلب أي شيء ممكن إذا مليت من البتر رويال تروح لتلعب أي طول ثاني ممكن تتسلب فيه اللعبة فعلا صارت جدا أسطورية وبس شباب وصلنا إلى نهاية الفيديو أعطوني رأيكم بالطليقات لايك اشتراك نستنعكم إن شاء الله بكرة في الموسم القادم خليكم فعليني الجرس إشان توصلكم للتسريبات الأول بأول البتل باس والأشياء الجديدة يلا بيساو